النهاردة انا هعمل معاكم فلوك حلو واستنوا لحد اخر الفيديو عشان تعرفوا كمان انا اشتريت ايه يلا بينا النهاردة بقى روحت افتتاح متل جيزاين هو اصلا في الاساس بيبيعوا حاجات متل اونلاين وهم اخيرا الحمد لله فتحوا استور علشان الناس برضو بتبقى عزة تشوف الحاجات عالطبيعة وفي ناس بتبقى عزة تشتري حاجات جاهزة بيقوم مستعجلين فانا بقى كنت متحمسة اوي ان انا اصور الحاجة عشان هي بجد عجبتني اوي اتنين فيديو على القناة وتجربتي معاهم اول مرة وبصراحة حلو اوي اول حاجة لفتت نظري المرايات المرايا دي عجبتنا اوي بس اللي لفت نظري اكتر المرايا اللي هي شكل عين دي كانت في ظهري على طول فلفت لها كده عشان اصورها بصراحة عجبتني اوي وهتبقى في الخطة القادمة عندي بقى كي بقى لقيت ترابيزات كتيرة جدا كورنر او ترابيزة تحطيها في الانتري كبيرة بتختاري بقى لون اللي انت عايزها ممكن تختاري لون جلد وتختاري اسود او سيلفر وتختاري الترابيزة بقى بتبقى عبارة عن اي يعني ازاز او رخام او خشب اللي انت عايزها هم بيعملوه بالمقسات اللي انت محتاجاها الترابيزة دي عجبتني اوي الاسود في الابيض عجبتني اوي بصراحة دي برضو اسود في اسود ازاز ممكن بقى تختاري الاسود فاتح او غامق اللي انت عايزها وهما حطوا اضاءة فطبعا دي حاجة حلوة اوي والصوانت دي طبعا هما بيعملوها حلوة جدا بصراحة في الحقيقة بقى احلى كمان. ده بقى اعتقد ان هو وصم الكونسول. ده انا آآ عجبتني قوي. وانا بحاول اصور الفينش بتاع الحاجة. علسان في ناس بيبقى عندها وسوس طبعا في الفينش الحاجة طبعا ببصوا عميل ازاي? طبعا انت بتختاري الرخامل انت عايزاه. بتختاري كل حاجة. هما برضو بتدوك النصايح. علشان ممكن تكون انت مش فاهمها في حاجة او مش فاهمها في متيريا المعينة فهما بيفهمها لك اكتر. ده بقى كورس بارف. لو انت عندك بارف ده حلوة قوي يعني ايه? وسعره كان جميل يعني سعره مش غادي خالص. فممكن بدل ما تحطي كورس خشب عادي ممكن تعملي كده انا صورتي تفاصيل كلها وممكن تجيبي اي شكل انت عايزاه برضو هما هيعملوه. ممكن تنزلي ابليكاشن بانترست لو انت ما عندكش افكار وهم بيعملوها لك هما برضو عندهم افكار كتير. ده برضو واحد محطوطة عليه فاروي كده برضو حلوة قوي. انا كنت عايزة على كل الحاجات دي. بس يعني ايه? الدنيا كانت زحمة شوية بسم الله ما شاء الله. فكنت لما نفسي شوية. الوحدة القرفف دي بقى عجبتني قوي. وحازت ان هي عملية وفي نفس الوقت حلوة يعني جميلة جدا. ودي تراويزات طبعا كورنول اللي هي التلاتة مع بعض. ممكن تعملي واحدة او اتنين زي ما انت عايزة يعني انت حرة. اه حاولت اصور الحاجة بتفاصيلها بالزبط علشان تفهموني اكتر. ممكن تحط بقى ده الازاز ده رخيم او خشب اللي انت عايزة. البقى الشوية دي عملية قوي. في العيد الكبير بقى وانت بتشوي كده. حلوة جدا بتعملي بالاتفاة اللي انت محتاجة. وبالعرض اللي انت محتاجة بس هي كخامة. يعني بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. يعني دي مرضو في الخطة القادمة عشان العيد دخل علينا. نتكلم بقى على المرجحة. المرجحة دي بقى آآ كلها حديد في حديد حلوة قوي. يعني انا كنت نفسي وعد عليها بس انا لو كنت اعطت عليها مكنتش هقوم ومشكلة كبيرة. مريحة جدا. وهما بيعملون لك بلون اللي انت عايزة بالديزاين اللي انت عايزة بكل حاجة. دي بقى وحدة الادول انا بتكلم عليها عجبتني قوي فكاتها شكل اسلامي كده. انا بحب الاشكال دي حاوي. حاوي ايه? قوي. واسعارهم جميلة جدا. فحلوة قوي بصراحة. انا وردتكم الستور والمحل واقولت لكم العلمان بتاعه. تعالا بقى نتكلم علي صفحة الالاين او الاناين دي الحاجات اللي هي الناس شارينها اونلاين منهم. انت بتاخد المقاسات صح وتشوف انت نفسك في ايه. ولو انت مش عارفة مثلا اشكال او حاجة ممكن تخش على بنت الرئيسة زي ما انا قلتلك. او هم عندهم افكار كتير قوي عمسلا تقول ما انا عايزة مسلا ترابيزة هيقولوك الترابيزات اللي هم بيعملوها عشان هم بسم الله ما شاء الله بيعملو اي حاجة يعني انت عايزها. بس حاولي تاخد المقاسات صح وهتعرفي انت عايزة بقى المتال يبقى في ازاز ولا في خشب ولا في رخام وبتختاري الاولان اللي انت عايزها. ولو انت عملت مسلا حاجة غلط او مش فاهمة في المقاسات قوي بيتأكدوا منك عشان حصيت معي قبل كده كنت عامل ترابيزة كورنر بين كنابتين. وكنت هاخد المقاسات ترابيزة خلط خالص. بس هي نصحتني. فتالي عندها الحمد لله عشان كنت روح في ده يوجد. فهي صليحت للمعلومة. فبس كده وتعالوا بقى نشوف انا اشتريت ايه منه? تمام. انا بقى طلبت منه محدد القرفف دي. بصراحة عجبتني اوي اه جبتها على حسب المقاسات اللي انا محتاجاها. علشان المكان اللي كان تحت ده. اه كان مهجور خالص يعني مش مستغل لما انا اصح وانا قلت صغيرة. فعملت المقاسات اللي انا محتاجاها وزبطيت الحمد لله اخدت المقاسات صح. فانت خلي بالك برضو من المقاسات وانت بتاخديها. هم بيعبرول كده انت عايزها بالزبط. وبيعضوا يتراقشوا معاكي. في الالوان. فانت عايزة اي في اي. انا اخترت جلد واخترت الازاز. بس اخترت اخر رف عملته اه رخام علشان انا بيحترب من رخام. وفي نفس الوقت احط حاجات تقيلة فيه. فقلت يبقى شكله حلو. تمام? انا لسه مستغلقة حتى لسه ما شرتش اللي هيا الفويل اللي هما اللي هما بيعملوا بيه. هما بصراحة بيوصلوا لك الحاجة ملفوفة كويس علشان لو احنا منطلعها وكده. بس هوا ده شكله. وعملي قوي وفرحان قوي لسه بقى هتزبطه. فطبعوني عشان تعرفوا هنحنا نزبطه ازاي. طبعا ده مش اول تعامل معاهم ده انا هتعاملت معهم كتير قبل كده. عملت قبل كده مراية. وعملت مكتبة زي دي بس الارفوس كانت خشب. فبصراحة يعني انا ما اجربهم كزا مرة وبس فيهم قوي. يعني مهما الف الف مسلا اولا انا عايزة اعمل مكتبة خشب عند النجار اغير رأي وعملها حديدة علشان اعملها عندهم. وعشان هما بساعت بيبقى عندهم افكار اكتر. تمام? وبيدوكي افكار كتير جدا. وانت يعملها لك على حسب المقاسات او لو انت عايزة تغير فيها حيات بيغيرها لك عادي. وبيصور لك برضو مراحل التصنيع بيصورها لك قبل ما تدهل. بيصور لك مقاسات عشان لو انت عايزة تعدلي او عايزة تضيف اي حاجة قبل الفنش بيعملوها لك. يعني بيساعدوكي. والتسليم بيبقى في نفس المعادة اللي هما قلوه عليه. تمام? انا مش عايزة اقول له انا فرحانة هقدي ايه بالمكتبة بتاعتي دي. لان الحتة دي كانت مش واستغلة نهائي. هي منطقة صغيرة قوية هي 45 سنتي فهي اقل من نص متر. تمام? بس انا استغلتها بالنسبة لما انا افضل استغلال عشان انا عندي نسبة سكاة عالية. تمام? فشكرا لميتل ديزاين ومش اخر تعامل بازن الله.